موسيقى بأخير بلوك نوت لليوم وقفة فنية ومعرض جديد بجالوري إكزود معي الثلاث فنانين اللي هني جنرال مارون نمر أهلا وسهلا فيك صحيح اليوم معنا ولكن بصفة فنية جنرال السيدة لنا أيدي نيون أهلا وسهلا فيك وسيد جارج منسة أهلا وسهلا فيك حضرتكم اليوم عم تشتغلوا على معرض سوا وسميتوا هالمعرض سوليكتيف سوليكتيف لأن جمعتوا يمكن عدة معارض سولو بمعرض كوليكتيف سولو بي غالوري إكزود بي غالوري إكزود طبعا جنرال حايفي بتقول كلمة قبل ما نبلش نحكي عن الشق الفني بالنسبة لليوم يعني كنا حبين تكون المقابلة شوي مرتاحة أكتر بس نظرا للظروف أكيد بدي بلش بتحية لجيش البطل والشهد الأبطال اللي هني حطوا حالون قتلوا حالون ميتوا استشهدوا كرمال هالبلد وكرمال كل هالبلد كرمال الشعب اللبناني كله سواهوه وبالأخص تحية للعائد جمل والعائد حرب واللي هن قراب وعزيزين علي نحنا منوجه وكل دقيقة منحب نوجه تحية لأرواحهم تحية للأهل ونقولون الله يصبرون ونقولوا الجيش الله ينصروا جنرال حضرتك من بعد التقاعد بلشت بالفن أو كانت باراليل مع لا مش باراليل بس كنت قبل ما أطلع قبل ما أتقعد كنت أرسم شوي بس أكتر من بعد التقاعد وحضرتك كان لك معرض سولو طبعاً بجالوري إكزود أي متى؟ بحزيران حزيران الماضي حزيران الماضي أوكي عن شو كان معرض يعني شو الخط الخط إذا بدك هو مراحل عدة مراحل بس المرحلة الأكبر اللي هي الأخيرة صارت بكموزيشون يعني حط الألوان جمع مع بعضها بأشكال معينة دونك بان الطبيعة وبان التجريد نعم هلأ بالمعرض الأخير كان أكتريته إذا بدك اللون الألوان الأكتر هي الأحمر والأسود اللي مسيطرة ليه؟ يمكن هاللونان يعني بمثلوا الوضع باللبنان يعني الأحمر والأسود اللي عشناهن كل هالفترة اللي أنا إذا بدك أنا عاشتهم يمكن لبنانية كلهم يعني رمزيتهم كبيرة كتير هاللونين الأحمر والأسود ولما قلت لنا أحمر دغري راح فكرنا بما أنه حضرتك بالسلك العسكري يعني راح فكرنا على الدم صحيح يمكن ما بعرف قدي ما زبوط صحيح ومع الألوان الفرحة والحياة والمستقبل الحدو راح نحكي عن لوحات سوليكتيف ولكن أستاذ جارج بنسا بدي تخبرني كيف طلعت الفكرة معكم اللي عرفته من كريستان وليال بواجهنهم تحية كبيرة من غالوري أكزود إنه الفكرة كان يتلق لكم هي إجيت هيكي عفوية الفكرة أساس نحنا دجا كنا عارضين نعم قبل كل واحد عمل سولو حبينا هيكي أكيد بالتنسيق مع إدارة الجالوري أنه نطلع بها الفكرة كل اللي عملوا سولويات نشري معه ونطلع بالتسمية هي مدام لينا اقترحتها وكلنا وفقنا عليها أساس هاللعب على الكلام المهدوم لينا أي ما تعرضت سولو سولو بـ 2013 وهالسنة كمان بـ 2014 بما؟ نعم بدي أذكر بأسامي الفنانين اللي رح يكونوا موجودين بمعرض سوليكتيف اللي رح يبلش بـ 8 أب نهار الجمعة الساعة 6 طبعا وبيضل لـ 23 أب 2014 الفنانين اللي مشاركين هنا دلال فرح بيرد بيرد باسكار مسعود ماريخوري وهون بدواجه تحية كتير كتير كبيرة للفنانة الكبيرة ماريخوري اللي بالرغم من كل الصعوبات اللي بتمرق فيها بالحياة عم تقدر تتخطانهن وعم تقدر تلاقي نفسها بهالرسمات اللي أكتر شي تتخصص هيك بالمنازل اللبنانية والمناظر اللبنانية بوس كبير اللي كماري يعطيك ألف ألف عافية جورج منسة هاريسون أتميان لينا أيضا وجنرال مارون نمر كنتو تحضروا معارض أكيد لينا شو الطيار اللي بترسمي شو أي كوران سريال مع كوبيزن كتير بحب نعم والمعرض اللي عملتيه سولو هل رجعت اخترت منه اللوحات لمعرض اليوم؟ سولو طبع 2013 و14 أكيد رح اخد كم لوحة من اثنين وعرضن نهار الجمعة كم لوحة عنديك نهار الجمعة؟ هل نحن سبع عام مشتريك نعم العدل تيمكن شوي أقل من قبل ست لوحات من كل فنين هل في لوحات جديدة رسمتها خصيصا لها المعرض أو اخترتها من آخر مجموعة؟ من آخر مجموعة ثلاثة من سنة الماضي ثلاثة بس هالسنة كانت منازلة ريبروديكشون للأسود والأبيض لانه بعتبر دائمان شغل بالقلم وهي ولات الفكرة نعم عطيت اهمية كتير هالسنة للأسود والأبيض من الكروكي يعني الكروكي بس عملتلون ريبروديكشون والتام العام الموضوع العام شو السنة؟ مشاعر اكتر شي ايا مشاعر مشاعر جايشة قوية ايا ألوان نعم بترجمة؟ غير الأسود والأبيض طبعا في الأحمر ناري الألوان النارية وفي الأخضر الكونكيرانس وفي كل الألوان حسب حالة نفسية لكينا قلوب كون عبعد انت والجنرال كلنا 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 انجم شونا بعض اللوحات ما رأيت لوحات لمين أنا إجمالاً بورتريت اللين اللي إخده هو بورتريت حتى الميديوم نيو ميديوم اللي هو دراي براش تكنيك دراي براش تكنيك اللي هي حالياً عم بتكون هيك شوية منحسة عالمودة أكتر عم تستعمل أكتر شو الفرق بينه وبين بيقل لا هي دراي براش تكنيك هي عم تستعملي أويل بدون أي إضافات صح بلاس كتير شفافة بالتعاطي معا وبتعتيك يعني فيك تفوتي تكوني يعني باللوحة رياليستيك وإبر رياليستيك أنا اللين اللي إخده كله بورتريت حالياً وبلاك أند وايت لأنه هيكي حبيت أعمل شوية تغيير بالنسبة للعالم الألوان ليه ليه موجة البلاك أند وايت سنة ليه موجة الأسود والأبيض إيه أكيد متفقين وكأنه يعني عم تطلقوا موضة بالألوان أو موضة بالرسم يعني كأنه في موضة متل ما في موضة التياب يعني لحظت من كلامكم إنه ما هو الأرت فاشن بحد ذاته كل واحد يعبر على طريقته نعم ولكننا نعم موجة أو موجة يعني ليس فعى موسكتر صورنا سثة موسكتر ست موسكتر إن شاء الله الله يزيدكم يعني ويكون دايماً التطلع للفن أكثر من التطلع للأشياء السلبية عم نشوف البعض من اللوحات اللي رح تنعرض السنة بالمعرض طبعا لوحة منوعة وفنانين من جميع المدارس يمكن عم بيكونوا موجودين وأيضا عم نشوف الأسود والأبيض اللي عم بيكون له حصة كبيرة السنة هيدولي فوتوغرافي بلاك اند وايت تصوير فوتوغرافي تصوير فوتوغرافي لهاريسون أتميان نعم كمان التكنيك اللي متابعه هو على كاميرات بداية هادي الجدارة فيها استعمل الكاميرات البداية الكاميرات البداية بقصة كمان التظهير البداية نعم هون عم نشوف رسمي لمين؟ لماريه خوري ماريه تقدر يعني مع الشي بدي أنا معرفته بسيطة فيها بس ماريه عن جد يعني من بعد الإعاقة بالحرب إنه تطلع هيك شي دليل قديش هالروح القوية النضالية اللي بعدها ماشي فيها يعني بجسم مش عم بيساعد كتير طلع هيك إشياء شي حلو كتير والألوان الفرحة بتبين النفسية الفرحة اللي عداياها ماري أنا الأمل طبعا بدي بدي أذكر إنه ماري كانت ضيفة أم تيفي ألايف من فترة مش كتير طويلة ودل نذكر هيك شوي المشاهدين يمكن إنه ماري ما بتقدر تحرك إلا إيدا اليمين فمن إيدا اليمين عم يطلع كل هالفن تحية كبيرة لألا ياريتا كانت موجودة معنا اليوم عم نشوف تنوع بالألوان أيضا لمن هون اللوحات لباسكال مسعود نعم اللي هي كمان إحدى المشتركات عملت سولو كانت دجا عملت معرضة اللي هو بيروت فوند بات ميست نعم عم نشوفه كأنه خليط من هالحقابات الرسم يعني كأنه أمبريسونيس مخلوط بشي آخر يعني مش عم نقدر نفهم مظبوط شو التيار اللي عم بيكون مرسون ولكن هالخليط يمكن وهالمزيج هو اللي عم يصنع هوية كل فنان السنة جنرال هل عم بيكون فيه أسود وأبيض لحضرتك أيضا لا حقيقة أنا رسمت يمكن شيء وسيط أسود وأبيض بس أنا عشق الألوان نعم يعني أنا بحب صور جورج بس قلت له ياريت بيكونوا ملونية كانوا يطلعوا حلوية كثير نعم لا أنا بحب الألوان بحب يعني مزج الألوان بمبسط لما بيطلع معي شيء بريه شو رسمت السنة؟ أسود وأبيض؟ لا بالإجمال آه رسمت إذا بدك الطبيعة كتر شيء يعني هالألوان جاية من طبيعة لبنان الطبيعة الحلوة اللي موجودين فيها واللي يمكن أنا لأن ابن ضيعة كل يوم بشوفه يعني كل يوم عايش أنا بيها آه هلأ بالألوان يعني بصير واحد هو كمان شو بحس بصير يطلع بصير يطلع معه هل كان رسم جنرال هيك هو متل ملجأ راحة لقلك بالتقاعد يعني هل من بعد هل حيات الصاخبة اللي اللي عشتها بسرك العسكري طبعا ما كانت شغلة سهلة بلبنان هل هالشي هو متل نوع من من علاج نفسي؟ مية بالمية هذا إذا بدك حتى قبل التقاعد يعني كانت الفترة اللي ارسم فيها هي رياحة لحتى ارتاح يعني إذا بدي ارتاح واطلع شوية من الجو ارسم حالا اليوم لأنه ما عندي شيء تاني وما بدي أعمل شيء تاني بالأحرق وامشيت على الرسم لأنه لحظنا من حديثك أنه رسمك ما له أي علاقة بحياتك العسكرية لبال بالعكس وكأنه عم يتناقض أو كأنه هو العكس ما بيتناقض بس ما قاله علاقة نعم ما قاله علاقة بس ما بيتناقض نعم استاذ منسة حضرتك أي ما تبلشت الرسم يعني كيف كيف صارت هالمسيرة أنا الرسم هو هوية من الأساس وتركت فترة نعم هلا ليتلي من ثلاثة سنين تفرغت لله وفتت بالتكنيك الجديد اللي هو هلا بتناوله الدراي براش وهذا المعرض اللي هو كانت دجان نهاية البلاك اند وايت نقلي للكالورد وبناء على هالشي عملت كتاب بتضمن أعمالي بالنسبة للأشياء اللي صارت من اللوحات نعم البورتريات اللي عم تنرسم بيريشتك من وين عم تستوحيه؟ يعني هل هي شخصيات هون عم نشوفها كالبعض رح نجرب نفرجيهم أكيد هلا كله من وراء صور فوتوغرافية نعم بفتش عليها أكيد بلاقيها ملونة برجع أنا بحولها لأسود وأبيض ضمن تقنيات معينة وبلعب على الإضاءة لأوصل للي بدية وبنطلق ببداية البورتريات عم تكون شخصيات معروفة أو يمكن تتصادف أي صورة تعجبه؟ إن جنرال بلشت بالمشاهير الأجانب رجعت على المشاهير لبنان والعالم العربي بيناتهم الشعراء بما فيهم الجنرال مرسوا مرسلا أنا بعد مرتجة وعادلة معقول ترسمني ليش لا؟ كل شخص إنه إجمالاً يتطرق له نعم هل هالشي هيك بيشبه شوي البوب آرت اللي حالياً على الموندة كتير؟ يعني لما منشوف بورتري أو مستوحى من صورة فوتوغرافية هل بيكون فيها شوية شبه مع البوب آرت اللي عم ياخد أيضاً؟ لا 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 كتير بعيد يعني قريب من الفوتوغرافية بحد ذاته نعم يعني في كتير أنا كان الصدى طبع المعرض طبعي بالأول وهلأ بالتاني إنه كلهم بفوتوا بفكروا فوتوغراف وبيتفاجأوا إنه هيدا باينتنج لأنه أويل آن بايبر هذا الشيء المميز نعم لينا حضرتك من شو بتستوحي على أي عمر بلشتي لينا الرسم؟ أه خلقت عم برسم لا كنت صغيرة كنت حب كتير الرسم جداً كان رزيم بس بعدين عملت فارماسي واعتزلت الغرام نعم ورجعت بعد الفارماسي فتت لما رجعت على الغرام رجع على الواحي للرسم؟ غرام الفان غرام بالفان نعم صار اللي من الفين وثلاثة برسم وبشترك بمعارض نعم وهل عم تتغير أكيد فيما تريد الرسم اللي عم ترسميه الستيل بيبقى هو زيته بس بيكون في نضج أكتر بالألوان وبالتكنيك المواضيع؟ المواضيع أكيد تختلف؟ أكيد حسب تجربة الشخص ومشاكل اللي بيشوفها ويمكن الأحداث اللي عم بتحاوته ببعض الأحيان الاجتماعية سياسية أكيد بعدين أنا كوني فارماسيان بسمع كتير وبتطرق اسمع وحسم على المريض هل ممكن ترسمي أي شي من هالمجال الطبية لنا؟ كيف؟ يعني هل ممكن ترسمي يمكن شخص مريض؟ هل ممكن ترسمي؟ لا ما بتحبه؟ بس برسم شي بحسس الشخص أنه فيه ألم في وجع مثل شو؟ مثل العين اللي بيدمع مثل يعني وين بيكون فيه هيك تعبير تعبير عن أي وجع اللي كان ممكن ترسمي أرسم المريض؟ نعم، أنا بدي أشكر وجودكن معنا السيد جارج منسة أهلا وسهلا فيك سيدة لينا أي دنيا أهلا وسهلا فيك جنرال مارون نمر إن شاء الله بتفرج على الجميع أهلا وسهلا فيك وأبدي أذكر أنه المعرض بيبتدي بـ 8 أب 2014 على ساعة 6 لغاية 23 أب 2014 بـ غالوري إكزود تحية لكل الفنانين اللي مشاركين وبالتحديد لواري خوري أهلا وسهلا فيك شاهدينا برايك أصير ومن تابعي تفعي ترجمة نانسي قنقر